اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عن طريق عصارة المعدة فنتحصل على عصيدة او عجينة هي الكيموس وبالتالي يمكننا القول بان الكيموس هو العجينة الموجودة في المعدة كما يمكننا القول بان الكيموس هو نادج عملية الهضم على مستوى المعدة اذا كلا العبارتين صحيحتين فقط نفهم بان الكيموس بالميم موجود في المعدة ويمكننا ان نضيف كلمة الكيموس المعدة والآن نتعرف سويا على مكونات الكيموس المعيدي الكيموس المعيدي يتكون من العناصر التالية أولا مالتوز ناتج عن تفكك النشاء على مستوى الفم لدينا أيضا نشاء متبقي لم يتعرض لعملية التفكك على مستوى الفم لدينا متعدد بيبتيد ناتج عن هضم البروتين على مستوى المعيدة لدينا بروتين متبقي لم يهضم على مستوى المعيدة لدينا دسم ولدينا ماء وأملاح معدنية وفيتامينات إضافة إلى سكر اللاكتوز وسكر السكاروز والسليلوز إذن هذه العناصر قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة المهم بصفة عامة إذن هذه هي العناصر التي تكون موجودة على مستوى الكيموس المعيدي قد قم لاحظة نلاحظ بأن مكونات الكيموس المعيدي عبارة عن عناصر غذائية أغلبها في صورتها المعقدة أو مبسطة جزئيا والآن نتعرف على معنى الكيلوس ندخل في جولة إلى الأمعاء الدقيقة تنتقل تدريجيا مكونات الكيموس المعيدي من المعيدة إلى المعيد الدقيق وتتعرض لمجموعة من العصارات العصارة السفروية العصارة البنكرياسية والعصارة المعاوية فيتم التبسيط الكلي والتبسيط التام للعناصر الغذائية ونتحصل على عناصر بسيطة هذه العناصر البسيطة نتجت عن هضم آلي بفضل تموجات المعيد الدقيق أو الحركة الدودية المعيد الدقيق كما تشاهدون بالصورة وبفضل مختلف العصارات فنتحصل في النهاية على سائل يحتوي على جميع المعضيات يسميه بالكيلوس المعوي منه يمكننا القول بأن الكيلوس هو السائل الموجود بالمعيد الدقيق كما يمكننا القول بأن الكيلوس هو الناتج النهائي لعملية الهضم على مستوى المعيد الدقيق ونتعرف الآن على مكونات الكيلوس المعوي كون الكيلوس المعوي من العناصر التالية غلوكوز ناتج عن تفقق السكريات أحماض أمينية ناتجة عن تفقق البروتينات أحماض تسيمة وغليسيرول ناتجة عن تفقق الدسم ماء أملاح معدنية وفيتامينات لا تتعرض لعملية الهضم وسيلوز أيضا لا يتعرض لعملية الهضم إذن هذه مكونات الكيلوس المعوي أرجو من الله تعالى أن تكونوا قد استفقتم أبناء التلاميذ لأي تساؤلات أو استفسارات أتركوا لي تعليقات وسأجيبكم بإذن الله تعالى